السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب طالبات الصف الخامس الابتدائي أهلا بكم في قناة سنتر الرؤى النهاردة نحل نموذج امتحان متوقع في مادة اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الأول وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد والضغط على زر الإعجاب الاختبار الأول السؤال الأول نص الاستماع استمع ثم أجب نشوف مع بعض نص الاستماع الاختبار رقم واحد فقرات الاستماع النجاح صعب لكنه ليس مستحيلا هذه عبارة المصري معاوية الديب الذي صافر وهو طفل مع أسرته إلى أمريكا بسبب مرض أخيه وهناك واجه العديد من الصعوبات كانت أسرته فقيرة جدا فرفض بشكل حاسم أن يستسلم لهذه الظروف ووصق بنفسه وبقدراته وعمل وعمره عشر سنوات حتى استطاع أن يصمم جهازا للتدريب الرياضي وأصبح أصغر مصري ينشئ شركة في أمريكا وبعدما شفنا النص الاستماع ننحل الأسئلة عن النص هنا يقول له اضع علامة الصح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة واحد كان معاوية أقوى من الصعوبات التي واجهته العبارة صحيحة في رقم اثنين معاوية يرى أن تحقيق النجاح أمر مستحيل العبارة خطأ رقم ثلاثة صافرت الأسرة بسبب مرض معاوية العبارة خطأ السؤال الثاني التعبير الكتاب اقرأ القصة القصيرة التالية ثم حللها إلى عناصرها الأساسية عنوان القصة قرد مريض في الصباح على شفير النهر وجد طارق قردا يتحرط ببطء ويبدو أنه منهج فأمسك به طارق وذهب به إلى البيت فلما رآه الأب قدم له طعاما ثم ذهب به إلى الطبيب ففحصه ثم قال هذا القرد يحتاج إلى من يهتم به ويوفر له بيئة مناسبة تشبه بيئته الطبيعية أنصحكم بإرساله إلى حضيقة الحيوانات فوافقنا على الفور ومنذ ذلك اليوم نظوره كل أسبوع لنطمئنا عليه القصة عنوانها قرد مريض نكتب هنا قرد مريض رقم اثنين المدخل مدخل قصة فنقوله في الصباح على شفير النهر وجد طارق قردا يتحرط ببطء طيب هنا رقم ثلاثة الزمان في الصباح المكان على شفير النهر رقم خمسة الشخصيات طارق والأب والطبيب السؤال الثالث النص القصصي اقرأ الفقرة التالية التف الأحفاد حول جدهم ليتصامروا معهم رسم الجد دائرة وقسمها إلى أربع أجزاء ثم كتب في كل جزء منها كلمة مهارة رياضية فنية أدبية علمية وبعدما فرغ قال هذه الدائرة يا أحفادي رسمها لنا المعلم عندما كنت صغيرا ليعلمنا أن لكل إنسان مهارة متفردة فطراه الله عليها وميزه بها وعليه أن يكتشفها ليتكامل مع غيره من البشر جلست متأرجح الفكر وخشيت أن أكون بلا مهارة وسيطر علي هذا الشعور ولكني لم أقنط وبدأت أتساءل وأجرب حتى اكتشفت مهارتي وبدأت أطورها ألف استخرج من الفقر ما يلي واحد معنى متردد متردد معناها متأرجح الفكر نكتب هنا متأرجح الفكر مضاد أهلكه فطاره فنكتب هنا فطاره رقم ثلاثة مفرد مهارات مهارة جمع جزء أجزاء رقم با ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة أول واحدة معنا بيقول لك حكى الجد لأحفاده قصة خيالية العبارة خطأ رقم اثنين الدائرة التي رسمها المعلم تعبر عن أنواع المهارات العبارة صحيحة رقم جيم أجب كيف اكتشف الجد مهارته عندما كان صغيرا سأل نفسه عن مهارته وبدأ يجربها حتى اكتشف مهارته السؤال الرابع النص المعلومات اقرأ الفقر التالي عرف المصريون القدماء أهمية قطرة الماء وتأسيرها على الحضارة فبنوا السدود لحماية أرضهم من فيضان النيل وللاستفادة من مياه الأمطار فلا تغور في الأرض دون فائدة فأخصب وادي النيل ودلتا وازدهر نشاط الزراعة في مصر وكانت مغزن الغلال للعالم القديم ويعد سد قوشية أقدم السدود في مصر حيث أنشئ قبل 2900 عام قبل التاريخ والذي بناه الملك مينا مؤسس مصر الموحدة في عصر الدولة الفرعونية الأولى تعرف استخرج من الفقر ما يلي واحد معنى تختفي تختفي معناها تغور فنكتب هنا تغور رقم 2 مضاد أجدب أجدب مضاد أغصاب نكتب هنا أغصاب في رقم به ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة واحد يعد السد العالي بأصوان أقدم السدود في مصر العبارة خطأ في رقم 2 كسرت المحاصيل الزراعية في مصر القديمة العبارة صحيحة السؤال الخامس النص الشعري اقرأ الأبيات التالية ثم أجب لغة القرآن ورسناها لغة العربية أهواها فاه الأجداد بها شعرا صنعوا مجدا قد أعلاها بتفان دوما نرعاها أحياها الله وأبقاها ألف اختر جابة صحيحة مما بين القوسين واحد فاه الأجداد بها شعرا معنى فاه نطق نشر كتب سجل معنى إيه معنى نطق فنختار نطق رقم 2 صنعوا مجدا قد أعلاها جمع مجدا جدودا جدودا أمجادا أجدادا جمع مجدا أمجادا فنختار أمجادا رقم 2 ضع علامة الصحة أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة واحد تتحدث الأبيات الصابقة عن عظمة اللغة العربية العبارة صحيحة رقم 2 أهل اللغة العربية يبزلون أقصى جهدا للحفاظ عليها العبارة صحيحة في رقم جيم أكتب البيت الذي فهمت منه نحب اللغة العربية لغة القرآن فنقول لغة القرآن ورسناها لغة العربية أهواها في رقم دان علامة نصبها الالف اليا الفتحة علامة نصبها اليا لإنها مسنة في رقم 2 المهارتان نغط اكتسبتهما مفيدتان هل اللتان ولا التي ولا التي ألتان يبقى المهارتان ألتان اكتسبتهما مفيدتان رقم 3 وضع نغط خطة المباراة هل المدربان ولا المدربين ولا المدربين فنختار هنا المدربان وضع المدربان خطة المباراة لإن هنا عندنا وضع فعل يأتي بعدها فاعل فهنا عندنا المدربان مرفوعة بالألف لإنها مسنة فنقول المدربان رقم 4 أخلصت النغط في العمل هل الموظفات الموظفات الموظفون فنختار الموظفات فهنا عندنا أخلصت هنا في تاء التأنيس فنختار الفاعل المؤنس وهنا عندنا فاعل مؤنس منصوب وهنا فاعل مؤنس مرفوع فنختار الفاعل المؤنس المرفوع الموظفات مرفوع بالضمة لإنه جمع مؤنس سالم في رقم ب أجب بما هو مطلوب بين القوسين واحد نغط العاملان اللذان نظف الشارع هنا أعجب مني ضمير مناسب فنقوله إيه هما العاملان اللذان نظف الشارع في رقم 2 حرس العمارات البواب هنا أعجب مني نصوي بالكلمة تحتها خط اللي هي العمارات فنقوله حرس العمارات البواب هنا عندنا العمارات مفعول به منصوب فهنا عندنا تضبط بالكسرة فنقوله العمارات البواب في رقم 3 استخدم الطالب نغط أعجب مني مفعول به منصوب باليا فنقوله استخدم الطالب قلمين هنا عندنا قلمين مفعول به منصوب باليا لأنه مسنى في رقم 4 رفع نغط الصندوق عاية مني فاعل جمع تكسير واضبطه فنقوله رفع العمال اللي إن هنا العمال فاعل مرفوع بالضمن لأنه جمع تكسير فنقوله العمال رفع العمال الصندوق في رقم G اعرب ما تحته خط واحد يتصابق اللاعبان إلى المرمى اللاعبان هنا اللاعبان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مسنى رقم 2 ينظم المسؤولون المؤتمرات هنا عندنا المؤتمرات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنس سالم السؤال السابع الخط العربي اكتب بخط النسخ يبنى جملة الاختلاف تنوع وتميز نكتبها بخط النسخ السؤال السامن لإملاء حدد الأخطاء في الفقرة التالية ثم صوبها سئل المعلم التلميذة سؤالا ما رأيكم في رحلة أمس فأجاب خالد نقدم فوق بعض ما أجمل الرحلة فصلة لقد كانت رحلة رائعة جدا استمتعنا بالآصار وتعلمنا أيضا علامة استفهام عندنا أول خطأ سؤل هنا عندنا سألة يبقى هنا الخطأ كلمة سؤل الهمزة على الواق هنا الهمزة على الألف سألة فنكتب هنا سألة رأيكم هنا عندنا الهمزة على نبرة لا تبقى الهمزة على ألف رأيكم فنكتب هنا رأيكم التصويب هنا هيقول لك ما رأيكم في رحلة أمس هنا نقطة يبقى هنا نقطة مكانها علامة استفهام نكتب هنا نقطة والتصويب بتاعها علامة استفهام برضو هنا هيقول لك ما أجمل الرحلة فصلة لا المفروض ما أجمل الرحلة علامة تعجم هنا نكتب علامة الخطأ الفصلة تحت منها علامة تعجم رائعة هنا عندنا رائعة كاتب الهمزة في نص السطر تبقى رائعة الهمزة على نبرة نكتب هنا رائعة همزة على نبرة في الاخر هنا عمل لك علامة استفهام ودي جملة من تهيئة نضع مكانها نقطة بنعمل هنا علامة استفهام الخطأ والتصويب نقطة وبكده يكونوا صنع معكم لنهاية الدرس النهاردة أرجوكم استفدتم معنا ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد والضغط على زر الإعجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة